إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا يا طيبين مرحبا يا شباب كيف صحتكم إن شاء الله أموركم الخير يا رب دايما تكونوا بخير طيب شباب اليوم في عنا مود أنا المود نزلته المود القادم للمحاكي الشاحنات الأمريكية أنا قلبته على الأوروبية يعني بصراحة باعتبار ما حسيت إنه الفيديو صار فيه تفاعل بالنسبة الشاحنات الأمريكية وكلنا بنعرف هذا الكلام إنه فيه تفاعل أكتر في الأوروبية يعني فيه متابعين أكتر في الأوروبية يعني هذا الكلام واضح يعني من ناحية الفيس من ناحية اليوتيوب بهاي الأمور طبعا المود هو هذا المود فيه أربع ملفات هذا المجلد عليه باسبورت بنهاية الفيديو بتعرف وين موجود الباسبورت أو بتاخد الباسبورت طبعا فيه شباب كتير يعني ناقدوني حكوا معي بس أنا مقتنع باللي عب أعمله لأنه أنا بصراحة تعب مبارح لليوم وأنا عب أشتغل بهذا الموضوع أتوقع أني أستاهل أني تشوف الفيديو وتاخد الباسبورت بس لا أكتر ولا أقل وشغلة تانية من ناحية موضوع المساعدات وأرد على العالم على المسنجر وأرد على العالم هذا الموضوع بصراحة رح يكون فيه إلو فيديو خاص طبعا أنا رح أكون معكم بالصوت والصورة وأشرح لكم شو اللعب بيصير معي ورح يصير فيه ترتيب تاني بالنسبة لهذا الموضوع لأنه أنا يعني بكفي إهانات وبكفي مسبات وبكفي يعني ما بعرف ناس تعبانة وناس أولاد أنا هدولة بقول عنهم أولاد يعني ما أحترامي لألكم ما أحترامي لكل الطيبين ما أحترامي لجميع الناس الطيبة واللي بتفهم واللي بتقدر تعب إنسان فأنا بصراحة هذا الموضوع كتير تعبني يعني أو بالأخرى كتير نهنت وأنا ماني ولد صغير يعني أشوف المسبة وخلص أمر عادي يعني والمشكلة نحن عمل سب بعض من خلال شاشة يعني فرجيني رجولتك للواقع المهم شباب أنا ما رح يعني أدخل بتفاصيل كتير برجع بكرر هذا المجلد عليه باسبورت في نهاية الباسبورت في نهاية الفيديو بتاخد الباسبورت إن شاء الله طبعاً نحن بنفك الضغط عنه شباب طبعاً نتج عندي هذا المجلد بعد ما ركينا الضغط هذا هو نفتحه هدول الأربع موضات متل ما هنن متل ما هنن بتشيلن نعمل لن كوبي نروح على الديكيمون على اليورو ترك على المود ونعمل لن بس طبعاً هن الموجودين عندي بس أنا رح أعمل لن عملية استبدال هاي بس هاي نعمل لن عملية استبدال طبعاً شباب نسكر من هون وندخل على اللعبة نطقل على مجلد المود هذول هن المودات شباب لازم يكونوا بالترتيب متل ما هنه مرتبين ان شاء الله هيك يعني هذا المكتوب محطوط عليه طبعا هذول كلهم برجع بكرر شباب هذول المودات للاميركية بس انا حولتهم على الاوروبية طبعا يعني الحمد لله رب العالمين غيرت في بعض الملفات من داخل المود والله كرمنا ومش الحال وتمت العملية بنجاح متل ما بقوله بس يعني بصراحة من مبارح لليوم انا عبشتغل في الموضوع بحيث انه ما يكون فيه اخطاء الاخطاء هلا انا رح اقلك وين رح تكون الاخطاء يعني انت زا ساويت بعض الحركات رح تخرج من اللعبة فانت بيغنى انه انت تساوية مشان تعرف شو اللعب بصير طبعا هذا المود التاني اللي هو هاد هذا هو المود التريلا طبعا بيجي معه الاسكينات وهذا المود اللي هو مود القضوية وهذا المود اللي هو كمانه مود القضوية نجي طبعا من رتبن نفس الترتيب شباب هيك متل ما هنين هيك شايفينا بعدين مندخل عن اللعبة طبعا شباب التريلا هاي نضغط على هذا محال ما بنشتري التريلا برجع بعيد هذا الخيار جوز في ناس اول مرة بشوف الفيديو او اول ناس يعني متابعين لساتهم جدد يعني فجوز ما بيعرفوه بنحب انه ننورهم اكتر بنجي على هذا الخيار هاد اللي هو خيار التريلا طبعا هاي التريلا هاي التريلا هي خصوصي للاميركية بس انا برجع بكرر لانه من حجمة شايفين حجمة كيف بس نحن رح نعملها دبل لحتى تعطي جمالية اكتر تعطي متعب الاسواء اكتر او ازا حبيتوا تعملوا بالبس المباشر و الى يعني هاي الامور فمنضغط عليها بنضغط عليها و بنعمل continue هلا هيك نحن دخلنا عالصيانة طبعا اول شي لازم نعملو انه نحن نعملها دبل هاي رح نعملها دبل هاي دبل شايفين هلا بنضغط بقى على الخيارات بنضغط على هذا الخيار و بنضغط على هذا الخيار اللي هو محطوط فوق التريلا بيجيك هون 3 خيارات هلا اول خيار منهم اللي هو بفتح معك الاضوية هلا فتح معك الاضوية كله على الداير تمام شباب الخيار التاني اللي هو الفلشر الاساسي اللي بالتريلا يعني بامكان هذا التالت شايفين التالت عطاك الاضوية تلقائية مثل العادة اللي بشغلها هدول هني شايفينه وهذا الخيار اللي هو الفلشر تبعى التريلات اللي من ورا طبعا هذا الخيار ما بيشتغل هون هذا بيشتغل على الاميركية هلا اللي عنده اللعبة الاميركية بيمكانه انه ياخد المودات ويحطها بالاميركية رح يشوف يعني روعة صراحة كتير اشياء كتير حلوة من نسبة لموضوع زينة الشاحنات او زينة المقتورة فنحن هوني انه بهذا الخيار اللي هو الخيار الاول هذا الخيار هلا هلا هوني شباب طبعا الكل بيحبوا الفلشر اللي هي الاضوية بتشعل وتطفي هلا انا بضغط هوني على هذا الخيار هلا شوف هدول الاضوية هدولي بجوز تحط هذا انت مثلا تحط هات تحط هات شايف هوني عنا لنشعلوا الاضوية شعلوا بس في احتمال تطلع لبرا اتلاقيه ما اشتغل الضو يعني انت هوني بامكانك انه تجرب في اضوية رح تشتغل بس انا نحن شرحنا اليوم او موضوعنا اليوم على كل شي شغال بالنسبة لهذا الموضوع هلا انا رح اعمل تجربة بسيطة قدامك تجربة بسيطة قدامك نشوف هدول الضوين اللي حطيناهم رح نشتري طبعا احنا رح نشتريه على جميل احوار رح نشتريه لانه رح ندخل على الصيانة ونطلع كتير ونجرب هذا الموضوع نطيس نشتريه هلا نطلع نروح هوني على هاد الخيار اول شي بنلغي اللي نحن معنا طبعا هاي اللي انا كنت عب اعمل عليها تجارب هاي هي نطيس فمنروح على التريلر اللي اخدناها اخر وحدة هاي هاي ومناخدها نعطيه اوكي بعدين مننزل عالشاحنة طبعا هون بنحط اكتسع كاميرا الحرة اكتسع جبنا هلا نحن جبنا التريلر هاي هي التريلر شباب هلا نحن هدول تضوين حطينا هون شايفينهم اشتغلوا معنا القضوية هلا في بعض القضوية بجوز ما تشتغل معاك لانه مكانها مو مكان اللي انت عم تحطو يعني الى مكان معين يعني هذا الموضوع لازم كلتنا نعرفه بالنسبة لموضوع زينة السيارة هلا شباب بدنا نجرب بقى نزين هلا اول شغلة شباب اول شغلة رح اعمله انا رح احط سكين يعني مشان انت تكون نفسيتك مرتاحة في الشغل ما في عندك اي مشاكل رح احط سكين هذا السكين رح احطه شايفينه هذا السكين هذا حلو يعني هو على فكرة انت طبعا هون في معك سكينات في الموض بس انا هدول السكينات ما حبيتهم لانه هن دعاية للمشروبات الكحولية فانا ما حبيت اني اشتغل على هدول السكينات يعني مثل هاد هاد مشروبات كحولية ما يعني ما حبيت اني اشتغل عليه بصراحة فحبيت هذا السكين لقيته حلو هذا السكين عفوا هذا اللي حطينا اول واحد الاخضر هذا يعني بطلع معنا حلو فيه الوان حلوة والى اخرين هلا هون خلطنا السكين هلا رح نرجع عالزيني طبعا شباب نرجع لما انا نضغط هذا الخيار الكل بحب الفلشر انا رح اعطيك الفلشر من البداي هذا هو الفلشر شايفو هلا انا خلينا نحط اللون الجرين هذا هو اللون الجرين هلا شوف لون الجرين عندك اثنين انت عندك اللي هو حرف L وعندك اللي هو حرف R ايش معناه ايش بعينولك هادول الحرفين هادول الحرفين بعينولك انه انت لازم تحطن بالتسلسل مشان يعطيك حركة الابطع والاسرع يعني هلا انا بدي حط الجرين بدي باشر بحرف الر بعدين بجي بحط حرف عفوا دباشر باللام بعدين حرف الر وانا وماشي بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك هلا احنا هون هادا الصف عملناه بهذا النموذج رح نعمل الصف التاني بنموذج تاني اللي هو هاد هاد طبعا هادا اذا بتلاحظوا كل ضو كل لون هلا هادا اللي هو البلو مثلا انه كل لون بيعطيك ثلاثة ليش عبيعطيك ثلاثة مشان انت تتحكم بالحركة تعطيه حركة حلوة للضو انت عم تشغله هلا انا انا رح اسابي حركة مثلا هون رح احط الجرين هاي الجرين رح اباشر بتباشر من الاول طبعا هادا فيه الو بالطول والو بالعرض انا هادا رح اغير اسابي بهذا الشكل هلا بنشوف النتيجة شو رح تطلع معناه تماما قبل ما نطلع لبرا قبل ما نطلع لبرا في عندي هون هون انا شمسلا بحط هون في عندك انت هون اتنين انتبه عبيعطيك دائرتين هلا فيه ناس ما رح تنتبه لهذا الموضوع لما بتكون هيك بعيدة بفكر انه الضو بس هون عالجنب لا هو عبيعطيك يا الضو عالجنب وعالضهر عقوان عالجنب وعلى يعني من الامام من هون تمام فانا رح اجي هوني عالجنب بضغط هادا الخيار باجي هدول الاضوية اللي هي يعني خاصة لهذا المكان اللي احنا بقال لك عليه اللي هنن هدول حط هادا مثلا هادا ازراء عطوان خلينا كله على الاخضر طبعا انا هوني حطيت اتنين ها حطيت واحد يعني بالضغرية واحد بالجنب تمام هلا هوني بنجي لهوني كماني نفس العملية بنجي هوني بنحطه اخضر طبعا انا حطيت هادا الخيار اللي هو انه انت متل كأني عم تمشي ضمن الصيانة بيصفي اسهل للك شايف بعزقون يعني بازل الخيارين شايفين صاروا كلهم هوني طبعا شباب هوني شايفين حطينا هوني عالجنب هلا خلينا نطلع لبرة نشوف الناتج شو نتج معنا طبعا اول شي مشغل اول طقة هادا اللي هنن الجنابي مشغل حرف الاو الفلشار شايفين يعني انا هوني نحن سوينا حركتين بس مشان تعرفوا شو اللي عبي يصير انه كل الوحدة الى يعني هلا هوني اذا انتبهت فوق مشان يلحقوا يعني متل كأني عم بمشي معك بالتدرج التحتينية نفس الشي بس التحتينية هيك بالطول ما بتطلع حلوة لانه ما بفرجيك التدريج فالتحتينية لازم تكون بالعرض لحتى تطلع معنا بشكل اجمل هلا رح ينسابي الجنب التاني بالشكل اللي هو بالعرض اللي هون يا شباب اذا ملاحظين شوف كيف الضو عبي يجي على الارض شايفين كيف الضو عبي يجي على الارض هلا خلونا نسابي الجنب التاني بالعرض رح احط انا نفس اللون بس بدال ما انا حطيته بالطول رح احطه بالعرض طبعا انت لازم تنتبه انه هون عبقلك ضرب اربعة يعني انه فيه اربعة لدات عم تشعل اللي قبله ضرب تلاتة انه فيه تلاتة لدات فنحن دائما بنختار الاربع لدات هذا هو الاربعة رح نختار الغرين رح نباشر من هون اتنين ثلاتة ونحن ماشيين للاخر هلا نحن هيك هذا الشباب حطيناهم بالعرض هلا هون مشان نكسب شغلة مثلا نجرب شغلة تاني نكسب بهذا الجنب هون انتبهوا شايفين هون شلون الدوارتين يعني دوارة بطرفها ودوارة على جنبها هلا ناخد هاي شوف في عندك هدول نحن حطينا هدول في عندك اللي هو التاني اللي هو هاد هذا كمان في عندك واحد بالطول واحد بالعرض هلا هادا اللي هو بالعرض هادا اللي هو بالطول شايفينه هاد عقفا هادا بالعرض شايفو هلا هون لانه طولي مثلا خلينا نحطه بالطول هلا هاد دائما لما بتشوف انه انت في ضوين عندك معناتها بتسأل حالك طب ليش عطيني ضوين معناتها انت هون في عندك واحد طولي واحد عرضي حسب المكان اللي انت عم تحط فيه تمام هلا هون رح نجرب شغلة هون على هادا مثلا هون انت حطيتها بهذا الشكل شوف في عندك طبعا هون رح نختار شغلة تانية يعني بس نشوفها خليني اختار ضوء تاني نفس هدول بس اللي بيجي صغير اللي هو هاد هاد هلا بنعمل شيراء خلونا نشوف النتيجة اول شي بنشغل بنشغل اول طقة هلا شوف هذا الضوء هذا كتير ادح يعني هذا اللي بالطول صراحة كتير ادح طلع على هادا الطرف وطلع على هادا الطرف بتلاقي هادا الطرف اجمل اجمل من هاد لانه هادا كتير ادح خلونا نجرب الفلشار شوف الفلشار لانه حطيناه نحن بالعرض شلون صار يعطيك بالتدريج شايف يعطاك 2 3 4 2 3 4 2 3 4 يعني زرين 3 زرار 4 زرار هلا انا هون بهيك حالة انت بشان تحلي الموضوع اكتر بالنسبة لهذا الموضوع اللي نحن ساويناه على هذا الجنب فانت تختار هذا الخيار اللي هو بيعطيك جمالية اكتر اللي هو الاربعة دائما خود هذا الخيار حطه فرط صف هاد بيعطيك جمالية اكتر هذا هذا النوع انه انت تختار واحد ما بتختار ثلاثة لانه الثلاثة عبيعطيك لدين بعدين ثلاثة بعدين اربعة ما اعطاك جمالية بصراحة يعني ما اعطاك جمالية يعني جمالية في الموضوع هلا هون نحن اخترنا كله اربعة هلا نشتري رح نشوف الاربعة كيف رح يطلع تفرج طلع اجمل بكتير هذا بالنسبة لموضوع الاربعة بس انه انت هوني عم تاخد بس اربعة او بدك تلاتة بصغر معك هاي شايفه هذا بصغر معك حطيته اتنين بصفي عندك اتنين بس عب يمشو بينما الاربعة عب يمشو مسافة اطول منه يروح ويرجعو يروح ويرجعو طبعا بالنسبة لموضوع اول طاقة هادا اضح معك كتير هلا هاي الاضحة طبعا شباب هادا اللي هون اللي هو هادا تبع اول طاقة هادا الجناب هادا اول طاقة هادا ما نجح اللي الطولي ما نجح لانه ضوه كتير يعني كتير اه اه ايدح فانت بهيك عملية انت بهيك عملية بتختار اللي نحن اخترناه بهذا الجنب اللي نحن اخترناه بهذا الجنب بتختاره على الجنب الثاني في نقطة مثلا انا رأسا كيف بدي ارجع عالضو نفسه وشان اعرف انه انا رأسا ما ادور عليه بس اضغط عليه ضغطه هون اول ما بتفتح القضوية طبعا بس اضغط عليه ضغطه بعدين هلا باجيه بركب هادا كله اخضر برجع هاداك التاني كله اخضر طبعا نحن عم نحط اخضر لانه على لون الاسكين اخضر يعني نحن اخترنا الاخضر لانه لون الاسكين اخضر طبعا هون اي شي بامكانك انه انت تحطه ما في اي مشكلة يعني اي شي بيخطر على بالك بتحطه بيكون الامور يعني تمام يعني طبعا شباب الزينة هي ازواء يعني انت بتعود بتزين انا بس حبيت اشرح لك طريقة انه انت بشان تعرف التدريج اللي هي بتدريج تلف لشار بس طبعا شباب هلا نحن انا غيرت لكم الاضوية بس نشوفها هيك على السريع هلا بيشغل اول طاقة شايفين هذا الضو طلع اجمل هذا الضو اجمل من هداك لانه هو هذا هيك مخصص التريلر طبعا بيشغل الفلشار هاي الفلشار شايفين هذا الطرف وعننا هذا الطرف بي عنا نوعين من الفلشار طبعا في نقطة لازم تعرفها انه الفلشار هون التحتاني هلا بفرجيك يا جوا بالصيانة في واحد منه مخفي ما بيبين الضو واحد منه ظاهر طبعا شباب افرجيك هذا هون شايف هون ما في عندك ضو شايف هذا مخفي اين هو المخفي مشان تعرف انت المخفي من اله هلا نضغط هون نضغط هون نضغط على اي واحد منهم هذا هو المخفي هذا ضو مخفي بدون ما يظهر وهذا ضو ظاهر شايفينه هذا ضو ظاهر هلا شلون نعرف انه شايف هلا هذا شايف شلون هذا ظاهر شيل المربعات الحمر شوف هذا ظاهر طلع لفوق هذا بيجي ضو مخفي ما هو مبين يعني بس بيعطيك اضحة لهذا بس الضو ماله مبين هلا هون شباب هلا فيه شغلة انا مشان انت هيك يعني تتميز فيها بزينتك مثلا هون لط هون خلي هاي احمر يعني لانه هون هن حاطت اللي مسابي الموت حاطهم جنب بعض المفروض انه هون لو يعني بعدهم عن بعض بصراحة كان طلع اجمل يعني انه عالجنبين بس هون مشان انت تفرقون خليه غير لون مثلا بطلع معك حلو طبعا هذا الشي هون برجع بقالكم شباب هاي ازواء يعني هذا انت انت تتحكم فيه انت تتحكم باللون انت تتحكم يعني الشغلة ازواء بس انا حبيت اني اعطيك وجهة نظر ما اكتر مو اكتر طبعا هون هدول الزوايا هدول فيني انا احطن الضو المخفي او فيني احطن هاد بس بحطن بالطول طبعا بختار اربعة وهون بختار اربعة وباجي هون على الزوايا باخد هاي هادا الوقت باجي بختاره هادا مخفيد هاي اللي جرين باجي بحط هان وبحط هادا نفسه وباجي هلأ بس نشوف شو نتاج معنا شغل اول طاقة شايف شدون طلعب شايف لما انت حرفتون طلعوا كتير حلوات شغل الفلشار طبعا حطينا واحد فوق شايفوا هادا شايفون وحطينا اللي تحت عد جوانب شايف اللي عد جوانب هدول اللي حطيناهم طبعا نحن جربنا طبعا اكيد الكل بايد انه نحن رح تنجح معنا اللي هو بالنسبة لهادول ان يحطوا بالعرض وتاخد اربعة للدات تاخد اربعة للدات يعني اللي هو الاربعة الخيار الاربعة اللي حكينا فيه هلأ رح نشوف شغلة تانية طبعا شباب انا غيرت هدول غيرت اللونين بس هلأ بالاخر بفرجي يكون شوع منا هلأ بنجي لهون بنجي لهون طبعا نحن عنا هذا الجنب خلينا نختار هذا الجنب اللون الاخضر هذا الاخضر اللي حكينا عنه هلأ شباب في عنا هون طبعا نضغط هذا الخيار مشان نقرب لانه كتير قريبين على بعض لما بتقرب هيك بترتاح بالنسبة لك حتى تشوف الايقونات هدول الحمر طبعا هوني خلوني اختار هادا هوني راي احطه في لشر هلأ بنجي لهدول الثلاثة شايفينه شباب هدولي عندك انت هوني هدا واحد وهدا واحد واحد داخلي واحد خارجي الثلاثة اللي من تحت هدول بيجو خارجيات هدولي شو لازم انت تحطن لازم تحطن هدول اللي هنن هاد هدا هو اللي هو اول طقة وغماز وبرك شايفون هدولي لازم انت تحط هدول طب انا شو بدي حط الداخلي بجي بضغط هان بجي بختار مثلا هذا هو خصوصي للداخلي هدولي خصوصي للداخليات طبعا هدولي شغالات في الاميركية او على الشاحن الاميركية نفس الفيديو اللي شاف الفيديو مبارح نفس الفيديو طبعا مبارح بفرش تحت الارض من اول السيارة لاخر السيارة هلا نحن راح نجرب هدول طيب وفي المرة مشان ننهي من هون راح نختار هدولي اسهم انه مشان الغمازات يمين الشمال فانا نفس اللي انا اخترته هون نفس اللي انا اخترته هون فراح اختاره هون هلا شباب نحن خلصنا من هاي الجهة راح نروح على الجهة التانية مع انه كان بامكاني بنفس الجهة اني انهيه بس خلص طبعا هون كمان في عندك اتنين لاحظ اتنين واحد خارجي واحد داخلي فالهون بتحب بتحط بس بريك لحاله او بتحب الرفيرز مثلا انا هون بحط ريفيرز اللي هو هاد هذا ريفيرز وهذا نفس الشي بحطه ريفيرز الداخلي خليني اقلق حطه لقطاش يعني الفلوشار هاي حطينا احمر هلا بنكمل هون هلا هون يا شباب لحظة انا 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 حطيت هدول نفس انا حطيت هدول نفس الجهة انت هون في جهة يمين جهة الشمال هاي لازم تنتبه له فهي الجهة اللي هي كانت الشمال وهي الجهة اللي هي اليمين هاي الجهة اليمين هاي شايفينا هاي يمين وهاي شمال فان هدول لازم ابدلن احطن يمين هلا كباب رح نطلع لبرا ونشوف شو نتاج معنا مع دليشي اللي سوينا ننجي لهون هيك على الخلفية او اولا خلينا نجي بالطريق الكاميرا الحر لرأسا هلا شغل اول طاقة شوف شو نتاج معنا شايف هذا الضو الاخضر اللي بالارض هذا الضو الداخلي اللي حكيتلك عنه هلا نشغل الفلشار هاي شغلنا الفلشار شايف الفلشار لا انا بدي اشغل يمين شمال لازم اشغل السيارة هاي شمال شايف وهاي يمين وطبعا هوني عنا البرايك طبعا انا هاي رح افرجيك ياها على التريلر من ورا بتبين معنا اكتر وبتطلع معنا اجمل هلا شباب رح نشغل على التريلر الخلفية التريلر الخلفية طبعا نفس الخيار هن شايفين هدولي خيارين هاي التريلر الخلفية شايف نضغط هدا الخيار ناخد اول خيار فتح معنا الاضوية شايف فتحوا معنا الجوانب كل ياتا هاي انا رح ع السريع رح اساوي الجوانب هوني هاي الخلفية رح نعملها كلها خلينا نغير عن الاخضر رح نعملها احمر مثلا طبعا هوني ما الى بس غير على الجوانب يعني ما الى شي فانا هدول الجوانب انا رح حطون فلشر رح اعكس الفلشر عن هداك هدولي من تحت بحطون عكس يعني فلشر التاني كمان بختار اربعة طبعا احمر هلأ منجي لهون يعني هلأ خلونا نجي لهوني على الخلف نخلص هاي لانه هاي بتاكل اكتر شي شغل شايفين شباب هدولت انتين مبينين يعني هوني طبعا هوني بحرف ال W بتقرب او بحرف ال S بترجع ويمين شمال الدال وال A تمام هلأ خلونا هوني طبعا هادا الخارجي نضغط عليه هادا حكينا اللي هو بشمال رأسا رح انهي هون انا هدولي منحط الضو الداخلي لانه عبيعطيك هو من جوه فالداخلي منعطي هاي الشعاء الاحمر هاي الاحمر طبعا هوني طبعا هادا داخلي كمان في المرة بنهيه خطو احمر هوني حطينا الريفر الانه ري هادا هو الانه ري شايفينه مكتوب عليه ريفرز شايف طبعا هوني عبيعطيك انا ري مع بريك يعني تمام هلا هوني نجي على طرف اليمين لا قبل طرف اليمين خليني انهي من الشمال انا هلا شباب نحينا نحينا جهة رح ننهي الجهة التانية اللي هي اليمين طبعا نطل ما حكينا انه لازم ننتبه انه هدولي في منه اليمين الشمال هادا هو الشمال واخر واحد بيجي اليمين طب شباب انا هيك خلصت خلونا نشتري نشوف شو نتج معنا طبعا اول شي نشغل اول طاقة شايفين هاي اول طاقة هوني ثاوناها كلها حمرة نشغل فلشار هاي فلشار نترك نشغل السيارة نشغل غماز يمين عفوان الشمال غماز يمين حط بريك شايف من ورا كلها شعلت على بريك شايف اول طاقة حط بريك شوف البريك شلون بيجي بيجي بشكل طولي شايف شغل اول طاقة او شغل غماز هاي غماز يمين حط بريك شوف شلون بطلع حلو البريك مع الغماز هلا نشغل الفلشار شو ساوينا شوف انا عملتلك هاي الحركة هلا نشغل اول طاقة شايف ساويناها هون كلها حمرة هلا هيك نشغل الفلشار طبعا من هون ورا كلها حمرة طبعا هادا الضو اللي بالارض اطفل الفلشار بس افرجيك شغله هادا من الضو الداخلي اللي حطيناه يعني هادا ما عبيعقص من الاول طاقة لا عبيعقص من الضو الداخلي اللي احنا حطيناه لا عبيعقص من الضو الداخلي لا عبيعقص من الضو الداخلي طبعا شباب هلا هلا بنا نجي على نقطة كثير مهمة اي انا فرجتكم السيارة مشينا فيها والامور كلها تمام والحمد لله رب العالمين يعني طبعا انا هون بالكاميرا الحرة لاني كنت عبا صور بصراحة هلا رح نرجع عالصيانة افرجيكم شغلة كتير مهمة هلا هادا الموت هلا فيه كتير ناس رح تسألني انه يا ابو احمد بيشتغل هادا الموت عالشاحنة هلا هادا الموت بيشتغل عالشاحنة محل ما بتوافق مع الشاحنة مثال انا حطيت سيبة هون حطيت سيبة مثلا شايف هون اشتغل اشتغلوا الفلوشورات معك هدول هدوليك ما بيشتغلوا الا على التريلة هدول بيشتغلوا معك هون شايف يعني مثلا انا حطيت واحد هون واحد حطيته رح حطه بالعار واحد بالطول واحد بالعار دايك تجربة قدام كون يعني شايف هون اشتغل ما في عليه اي مشاكل بس محل ما بتوافق انه يشتغل الموت في اماكن ما رح يشتغل معك الموت وفي اماكن رح يشتغل معك الموت مثلا هون على هاي هون شايف هون ما اشتغل انتبه هون ما اشتغل اذا عندك انت موت اضوية بامكانك تضيف او في جوز تحط انت موت اضوية تطلع من اللابة يعني بجوز يطالعك من اللابة فهو يفضل انه انت تشتغل فيه بس للتريلة فقط لانه هو مخصص للتريلة هلا طبعا فيه يعني موجود هو للشاحنة بس في اماكن معينة يعني الاماكن معينة يعني مو انه كل الاماكن او شي هلا هون فتح معك نضغط هون شايف هون اشتغل معك الفلشارات يعني انت بتشوف ما في عندك مشاكل شايف هون اشتغل معك الفلشارات هاي رايح احط الفلشارات انا لا رح احطهم هون ازرق رايح احطهم blue اللي هو الازرق هاي ازرق طبعا هاي ضرب 3 ضرب 4 عفوا وطبعا بيشتغل معك وين بيشتغل معك عال هاي شايفة عال هدول السياب حطيت هاي السيابة مثلا ضغطت هون شايف هون فتح معك بس في اضوية بتشتغل في اضوية لا فانت هون يعني نحن بنحاول نشوف اين هو بلي شغال معنا هلا هون مسلا عالجنب فينك تحط انتيل شايف شوف هذا الانتيل كمثال نحن عم نقول كمثال يعني كمثال حلو ما حلو فرجيني هذا هاي جمجمة في شباب روح قلبهم الجمجمة في عندك هذا الانتيل عندك هذا الانتيل عندك هاد بس انا بدي الجمجمة ان تكون للوجه شتون نحطه للوجه يا ابو احمد ما حلوة هيك الجمجمة يعني بصراحة فاختار هذا الانتيل مثلا وهون هذا الطرف طبعا انتبهوا في يمين شمال يا شباب اي انتيل منهم في يمين وشمال شايفين وهون فينك تحط الضو الاحمر مثلا او الفلشار او هادولة كلهم شغالين هادولة في احتمال هادولة انه يكونوا من شغالين لانه هادولة خصوصي للتريلة للتريلة الاميركية بس مشان تكونوا في الصورة ولربما انت يعني بتعود بتجرب بتشوف لربما انه يشتغل معه بس انا هوني رايح احط رايح احط الفلشار اي ساويت تشكيلة هادولة الانتيلات هادولة فيقلهم اضوية هادول الانتيلات فيقلهم اضوية هلا شباب النقطة المهمة في الموضوع انه نحن اذا بتاخد تريلة من اللعبة الاساسية وتركب عليها الموضوعات راح تطلع من اللعبة انا هاي راح اعمل قدامكم طبعا هادا هو الخيار الاضوية تبع التريلة هادا هو اللي هون طبعا هادا اللي صار على تحديث واحد تسعة وتتين اضافوا هاي هلا اذا كبست هاي طلعت من اللعبة وخلص طلعنا فهاي النقطة لازم انتوا تنتبهوا عليها وان شاء الله انه ان شاء الله نكون قدمنا لكم شغلة حلوة وعلى فكرة بس فيه اشخاص قبل ما احكي على موضوع الباسبورد قبل ما احكي على موضوع الباسبورد انه كيف دك تاخد الباسبورد يلي بيقلي حاش تشحد لايكات يعني انه والله انت عم تعمل هيك بشان تشحد مشاهدة او تشحد لايكات او تشحد اشتراكات فانا بس اقلك بداية الفيديو ياريت ما تنسى اللايك والاشتراك والكومنت تبقى قللي اني انا بشحد الحمدلله انا بتركها لالكن انا عمري ما حكيت حكيت ببداية قناتي انه يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت والكزا فهلا انا ما بقلك انا بقلك دير بالك على هالقناة لما بتفهم معناتك كلمة دير بالك على هالقناة ازا عم تفيدك هالقناة انا بحترم رأيك ان حطيت لايك او ما حطيت لايك يالناس اللي بتقول انه والله مشان تشحد لايكات ومشان بتسألك حط اللي لايك معنات انا عباش حدك لايك بنسبة يا شباب بالنسبة لموضوع الباسفورد هذا الملف الباسفورد نفس اسم الملف الباسفورد نفس اسم الملف تشوف شو اسم الملف هون اسم الملف اربعة مود كي ام في واحد فاصل تسعة وثلاثين هلا قتف شان تسهل عليك الموضوع انت بس عبارة انك تعمل له اعادة تسمية كوبي بعدين تجي لفتح الباسفورد هاي اكسترا قطو هون تعمل له بس تعمل له اوكي صار الوضع عندك تمام تمام شباب استودعتكم بالله كان معكم اخوكم ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته